بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى من كان أوضح الناس بيانا وأوضحهم لسانا صلى الله عليه وسلم حديثنا اليوم يتحدث عن جانب مهم في شخصية الإنسان وسلوك مهم يعين الإنسان على الراحة والسعادة وأقدم بين يدي هذا الموضوع نفحة مع آية من آيات الله تعالى يقول عز وجل قل ما أسألكم عليه من الجرية وما أنا من المتكلفين ما معنى التكلف هنا التكلف هو تصنع لو لم يكن التكلف صفة سيئة ما نفاه الله على النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قل ما أسألكم عليه من الجرية وما أنا من المتكلفين أي ما أريد على هذا البلاغ والنصح والدعوة إلى الله عز وجل أجرا من عرض الدنيا وما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص وإنما أبتغي وجه الله والدار الآخرة الخطاب في الآية وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فأمته عليه الصلاة والسلام تبعا له في ذلك ولذلك قال عمر بن الخطاب نهينا عن التكلف كما رواه البخاري فالنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له في الرسالة غرض من أغراض الدنيا ولا يتحمل أوزارهم ولم يكن يحمل هم المستقبل كما يقع لبعض الناس الذين يبالغون في ذلك هذا كله من معاني عدم التكلف فمن المعاني التي جاءت في القرآن وحث عليها ترك التكلف والتعقيد فإن التكلف ما دخل في شيء إلا أفسده وما وضع في أمر إلا وأثقله وأصل التكلف يشمل فعل وقول ما لا مصلحة فيه بما شق ويشمل أيضا تصنع الإنسان بما لا أصل له يقول ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل أصل التكلف تكلف ما لا منفعة فيه أو ما لا يؤمر به الإنسان ولا يحصل إلا بما شق كثير من الناس ليس على طبيعتهم ولا على سجيتهم عندهم تكلف في حياتهم إذا تأمن في حال المؤمنين اليوم نرى أن التكلف داء مهلك فيها وهذه خدعة يخدع بها نفسه ومن حوله المجدد الصادق يجدد بروحه تجده بسيطا بين الناس لكنه يرونه غريبا في روحه وابتسامته في حضوره وغيبته لا يبذل جهدا في تغيير نظرة الناس عنه بقدر ما يبذل جهدا في تغيير نفسه هو يترك في الناس أثرا بلا تكلف ولا تصنع فهذه من أعظم مناهج النبوة وما يبنى عليها هذا المبدأ العظيم وهذه دعوة واضحة صريحة لنا أن لا نتكلف سواء في كلامنا أو في دعوتنا الإنسان مطلوب أن يهذب طبعه ولكن ليس إلى حد التكلف فازرع في نفسك غنى النفس والبساطة وترك التكلف وترشيد الاستهلاك والقناعة ننظر في قصة إبراهيم لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك نجد العفوية في التعبير العفوية في الطلب فكلما كان الإنسان يعبر عن ذاته كلما كان أفضل وأحسن وأصدق فعيش كما أنت لا تهتم بالشكليات لا أقول أن نضيق على أنفسنا لا طبعا لكن أن لا نكلف أنفسنا فوق طاقتنا والخلاصة أحبتي ينبغي أن تكون أنت لا تتكلف ولا تتزين بما ليس فيك تزين لله اجعل قلبك أجمل ما يكون ليراه الله وحالك أحسن ما يكون ليراه الله ولو سخيط الناس واعلم أن هذا الإخلاص هو الذي سيرفعك فما يزيدك الله بالترك التكلف إلا رفعة في الدنيا والآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبي وقلوبكم بالإخلاص وأن يجعل أعظم ما في قلوبنا هو الله جل جلاله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة